اشتركوا في القناة المحلات التي ينذون بها ستحميهم من مصير محتوم يلاحق كل محتل غاصب الحديث عن زوال اسرائيل عاد الى الواجهة بقوة بعد العمليات الفدائية المتتالية التي اصابت قلبة الابين توقعات لمحللين اسرائيليين رأوا ان نهاية اسرائيل باتت قريبة اعادت مواقع التواصل الاجتماعي تداولها الجنرال الاسرائيلي المتقاعد شاؤل اريلي يقول ان الحركة الصينية فشلت في تحقوق حلم اقامة الدولة وان الوقت لم يعد في مصلحة اسرائيل فهذه النظرية سقطت المحلل الاسرائيلي اري شبيط كان اكثر تشاؤما وتوقع ان الاسرائيليين اجتازوا نقطة لاعودة وانهم يدركون منذ مجيههم الى فلسطين بانهم ضحية كذبة اخترعتها الحركة الصينية خاتما بالقول حان وقت الرحيل الى سان فرانسيسكو او برلين كاتب اخر لم يقر بحق الشعب الفلسطيني فحسب وانما بتفوقه على الاسرائيليين ايضا جدعون نيفي خلص الى ان طينة الشعب الفلسطيني تختلف عن باقي البشر مؤكدا ان اسرائيل تواجه اصعب شعب في التاريخ ولا حل امامها الا بانهاء الاحتلال نهاية اسرائيل باتت حقيقة متفقا عليها عند كثيرين المستوطنون انفسهم يهمسون في سرهم الرحيل اقترب فهذه الارض لها شعب وعاصمة واسم وعلم هنا فلسطين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة